السلام عليكم واحدة بوحدة ان شاء الله كم تكونوا بخير اليوم احجبت لكم واحد الوصفة تعطاجين للحوط بالشرمولة حنقدمها مع ارز وصلطة لكن هاد الفيديو حنه هتروح على واحد النقاط مهمة في الطبخ باش يكون الطبخ ديالنا صحيح انا تعلمت هاد النقاط وحبيت نشاركها معاكم بان وش عدنا في هاد الطبق ديالنا عدنا الشرمولة بطبيعة الحال عدنا الحوت انا موار فانديرو بالمغنو هاد الاختار نديرو بالاسبادون عدنا طماط محبة متوسطة مرحية و عدنا طماط قانسير بسح انا هنه نقص هادي النقطة اللوله انا لنقص لطماط قانسير كنت نستعمل ان كوية استعملت برك نصف ملعقة اوكي و عدنا توابل كمون وفلفل عكري و عندي الزعطرا والرد و شا فيها الشرمولة ديالي فيها التوم فيها بصل فيها معدنوز فيها حشيش فيها زوج مغارف زيت الزيتون يعني نقصت الزيت من في الاطباق الاخرى و ليت نقص الزيت يعني اوليو ندير طواكوية ندير انكوية بعي اكزامبل و درت فيها تانيت نصف ليمونة مع صورة كلش في اللغو بو تعي و رحيتو اوكي هادي هي و دوكا النقطة التانية هي اننا من حرقوش اوكي الماكلة ديالنا يعني هادك التحمس تاع الحمسي البصل يتوسها و زي ما باش اجي الماكلة بنينا انا موليتش ندير حكدا نديرك تشغول كما يديرو مغاربة يديرو فطاجين تحهم طاجين تعطين ديالهم يديرو كلش و يغلقو عليه و يخله يعني على نار هادي بلا ما يحرقو الزيت بلا ما يحرقو البصل بلا ما يحرقو والو و يجيبنين و كل حاجة انا جربتها هكدا يبنو انا ما عنديش طاجين مزان ما شريت بإدني اللحن شري واحد اني بركة هنا نحرك يعني فقط و احطيت كلش و طبيعة الحال نسيت نقطة مشدرش شوية ملح يعني و هادي هي احطيت كلش كيف كيف و خليتو يطيب على نار هادية و علاش لانو يا اخواتاتي كنزيدو للنار اللي فيتامين قاعي روحو يعني هادك طريقة اللي نطيبو بها بتاع نقول النار بش طبخة طيب هادي طريقة خاطئة لازم نديروك شغول كما قلتلكم فيه طاجين كلش نحطو كلش مع بعضه و نقصو الطاجين ديالنا و نخلوه كما يقولو يتجمر غير بالعقل و يطيب هادي هي انا حطيت كلش كما قم تشوفو و زيت لي زي بيس و زيت الرند و زيت عطرة و نحرق كلش يعني برقاني نحرق هنا ما طولش بزاف و بعده نحط الحوت نمرق و نحط الحوت ديالي و نمرق هادي هي ما تمرقوش بزاف بس كل الحوت يطيب بالخف يعني ما يطولش الحوت اوكي انا هنا نبتعد على القنصير يعني ما زال ما قدرتش نحيها كامل لطومات القنصير بس احنقصت زعما الطبخة اللي ندير فيها مغرف ملعقة كبيرة ندير نصف ملعقة قدرت نصف ملعقة و جبنين و كل حاجة هادي هي نخليته يطيب نقصوه كامل نغطوه بينسو و نخلوه يطيب و اكيد انو لو كانجا تعال الفخار حي يجمر كتر و كتر يعني بس هادوك الواجن كما يقولو يشدو اسخانة هادي هي ولك طبق ديالنا واجد قدمتو معا شوية ارز و هادوك الاصص ديالو تحبوه ما تديروش الارز ما تديروش ديرو خبز شعير وكلو به هادوك الاصص و معا سلاطة بينسوه لازم يكونو الخضر اه واجدين معا يعني حاضرين معانا لانو الخضر مهمة جدا في يعني في الاكل ديالنا باش يكون متوازن و متكامل ان شاء الله لفيديو التعليم تكون عجبتكم و انتلاقوا لفيديو الجاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة